والاعداد هتزيد النهاردة امبارح كان 1200 النهاردة هيبقى كام بعد وكام طالع 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 موضوع خلصان من بدر بنقول ده والاعداد واضحة وارجوكو احنا رايحين للارقام الكبيرة خلي بالك احنا رايحين للارقام الكبيرة امتى زروة او امتى من الزروة احنا مش علماء ولا اطباء وممناسبة هذا الفيروس هذا الفيروس لحد عارف اوله ايه ولا اخره ايه طب انت في اول الفيروس كان بقول لك ايه قولك الكمامة ملهاش اي لزوم سمعتوا الكلام ده فعلا معانا مش انا العالم كله كان بيقول كده بما فيهم حتى منظوم الصحة العالمية كان يطلع مؤتمر صحفي في فيينو على فين قولك الكمامة ملهاش مش عارف ايه طب النهاردة بقت الكمامة رقم واحد اهم حاجة النهاردة كمامة ازا هذا الفيروس محدش عارف اوله ايه واخره ايه الفيروس زا بيموت كان الاول يوم في الشباب واطفال بقى النهاردة واخد ضرب الكل كبير صغير طفل شاب سبعين ثمانين ده في ناس خمسة وتمانين سنة ربنا بيش فيهم ويتعافوا وفي شباب تلاتينات بيموت يعني لا قدر لا يعني مش عايزين حد يموت ولكن بقول لكم على حالات اللي حصلة في العالم كمان حتى في مصر حالات بتتأخر فجأة كلمك بعد ساعة فين ربنا يرحمه بكلمكوا على حالات عقاقية بالمناسبة دور لنا عايزين مش عارف فين ايه 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 اللي حصل بالليل يقول لك ربنا يرحمه السرعة التأخير عشان كده النهاردة اتعامل مستشعات كتير تقدر مسألة العزل تبقى موجود تكشف تروح تعمل الكلام ده بروتوكول اللي عملته وزارة الصحة واللجنة العلمية المعنية بهذا الامر النهاردة بقى عندك تقعد خمس ايام او سبعة ايام وبعد كده ربنا لانه هو بيديك بروتوكول العلاجي لمدة خمس ايام بعد الخمس ايام ما بيديكش حاجة لدرجة في الناس النهاردة في بعض المستشفات بيقولونهم لو سمحتوا لانه خمس ايام قعد في البيت العزل المنزلي احنا بدأنا بالمناسبة مصر مبدأتش عزل منزلي الا مؤخرا مصر كانت الاول ان كان عندنا عشرة تلاتين اربعين فما كانش عندي ازمة فاعد ياسيدي عايز سعد اسبوعه عشر ايام خمس ايش اليوم اقعد ياسيدي ما كانش عندنا مشكلة خالص لا النهاردة بقى عندي مشكلة فانعان النهاردة لو سمحت خمس ايام ثم البيت البيت عزل منزلي اطب الوقائه يتابعك ويتابع المسحة وتبقى زي الفل وهتبقى زي الفل محدش تاني النهاردة السراير لانه في ناس ناس الغلابة لان انا عايز انقذهم ده فيه في الدقاهلية اه ناس بقى لهم سبعة وثلاثين يوم اقول لكم على واقع حقيقية انها مشكلة تلاتة وعشرين واحد بتكلمكم على رقم بقى لهم سبعة وثلاثين يوم في مستشفى ولازم حقي الدكتور سعد ميكي وكيل وزارة الصحة فيها الدقاهلية وهذا الرجل من الناس المنضبطين اللي عمل شغله على اعلى مستوى وانا بتكلم عنه ومبادر مش النهاردة بس لازم اتشد بي دلوقتي الناس اللي قاعدين سبعة وثلاثين يوم خدوا رمضان كله وقبل رمضان ما عزه كم يوم وعايز يكمل بعد رمضان كمان لحد العديد